تحية النقبة زميلاتي زملائي جميع الحاضرات والحاضرين بعد القاعة أولاً المسألة التي أثرت انتباهي وهي دائماً كانت محت تفكير وقبل قليل والأستاذة كوتر جلال تتدخل وأشرت إليها من زاوية أخرى ما مصير الاجتهاد القضائي العديد من النصوص القانونية التي نحكم عليها اليوم بالإعدام هنا سنرى كيف أنه في باقي شريعات المقارنة دائماً يكون هناك تعديلات على نفس المادة عدة مرات بما معناه أننا لدينا واحد الفلسفة لدينا واحد الهندسة الشريعية سنحافظ عليها ونعدل ونصوب ما يجب أن يصوب أما وأن تخلى عن فلسفة بمجمالها فهذا يقتضي أولاً طرح السؤال لماذا؟ لماذا اليوم نحتاج إلى إجهاض قانون بكل فلسفة دون أن نحاسب أنفسنا؟ لماذا نحتاج إلى هذا التغيير الكلي؟ لدينا اليوم أرقام وإحصائيات تفيد أن القواعد الإجرائية المدنية أتبتت فشلها في قضائنا المغربية أو في عدالتنا المغربية؟ إن كان هذا هو الحال فقد نسائل أنفسنا مرة أخرى هل نحتاج إلى فلسفة جديدة؟ هندسة جديدة؟ من يقوموا بوضعها؟ اليوم سألوعة وثانية ونقول أننا كمحاميات ومحامين في نمو الموقع دينا وسمعت الكثير من الكلام التي تقول بأنه دولة التي تريدون منها ونحن واليوم هناك استباق واليوم هناك بعض تغول كلها مستلحات كثيرة ولكن لا نسموش بأنه قبل أن نقلبوا كيف نتاقدوا كان من كان علينا أن نسائل أنفسنا على التخليل لدرنا حضرنا المجتمعي والسياسي أين هو كمحاميات ومحامون حضرنا في تشريع أين هو وبالتالي لا يمكننا أن نأتي ونلعبوا اليوم دور الضحية لا يليقوا بنا كمحاميات ومحامون لا يليقوا بنا نهائياً أنا كنت أتكلم عن الناس التي تأتي لكي تخطير هذا الخطاب المظلومية